بسم الله الرحمن الرحيم الجلسة الاعتيادية الخامس عشر لمجلس الوزراء بتأريق اليوم المصادف الحادي عشر من نيسان عام الفين ثلاثة وعشرين قرر مجلس الوزراء لتخفيف العبء عن المواطنين بما ينسجم مع الأوضاع الاقتصادية للبلد والعمل على إسهام صندوق الإسكان العراقي بشكل أكبر في حل مشكلة السكن ضمن خطة الإعمار التي تنتهجها الحكومة قرر مجلس الوزراء الموافقة على زيادة سقوف مبالغ ومدة الإقراض لصندوق الإسكان العراقي وتعديلها بحسب الآتي واحد زيادة سقف مبلغ الإقراض ليكون ستين مليون دينار لمركز العاصمة بغداد وأقضيتها ونواحيها ومراكز المحافظات وأقضيتها ونواحيها استنادا إلى أحكام قانون الصندوق اثنيا ينفذ هذا القرار بدءا من تأريخ إصداره ثلاثة إلغاء سقف الأعمار التقاعدية وافق مجلس الوزراء على ما يأتي الموافقة على تعديل الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء بالرقم 23 ألف وثمانين لسنة 2023 لتصبح كالآتي نقل الشركة العامة لموانئ العراق ملكية مساحات من قطع الأراضي المحددة ونقل وزارة المالية مساحات الأراضي المحددة كذلك بحسب المرتسم المرافق لكتاب وزارة الصناعة والمعادن وبمساحة إجمالية تبلغ أربعة آلاف وخمسمائة دونم إلى وزارة الصناعة والمعادن الشركة العامة للصناعات البترو كيمياوية لتخصيصها لإقامة مشروع النبراس للبترو كيمياويات حصراً استناداً إلى أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة المرقم 21 لسنة 2013 المعدل وإطفاء بدل البيع بحسب قانون الإدارة المالية الاتحادي المرقم 6 لسنة 2019 المعدل وافق مجلس الوزراء على ما يأتي تولي وزارة المالية تمويل مبلغ خمسمائة ألف دولار إلى سلطة الطيران المدني للتعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية لغرض تطوير مطار بغداد الدولي وتأهيله تنفيذاً لما جاء في كتاب ديوان الرقابة المالية المرافق ربط قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2022 اثنياً استثناء العقدي مع المؤسسة المذكورة آنفاً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 اقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد المرقم 23 ألف واثنين واربعين قاف بشأن أجور الموازين الجسرية والسونارات بحسب الآتي استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 214 لسنة 2020 المؤكد عليه بالفقرة الأولى في قراره المرقم 463 لسنة 2021 مع حتمية الالتزام بالحمولة المسموح بها لكل شاحنة وفي حال تجاوز الحمولة عن الحد المسموح به تفرغ الشاحنة من الحمولة الزائدة وتفرض الغرامة على الشاحنة المتجاوزة استنادا إلى قانون الطرق العامة رقم 35 لسنة 2002 اقرار توصية المجلس الوزاري للخدمة الاجتماعية المرقم 23 ألف وخمسة با بحسب ما يأتي واحد تولي مجلس الخدمة الاتحادي الاسترشاد بقاعدة البيانات الموجودة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دائرة العمل والتدريب المهني الخاصة بالعاطلين البالغ عددهم مليون وخمسمية وتسعة وثمانين ألف وخمسمية وستة وخمسين عاطلا عن العمل حيث تتضمن هذه القاعدة حملت شهادات بمختلف الإختصاصات ممن ليس لديهم شهادة وذلك لغرض استيعابهم وتهيئة فرص عمل لهم للتخفيف من نسبة البطالة وتحسين الوضع الاقتصادي والمعاشي لهم اثنيا استحداث برنامج وطني للتوعية والتعريف بأهمية الشمول بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الذي يستهدف فئة الشباب لغرض تأمين فرص عمل لائق لهم وتقليل التوجه نحو الوظائف الحكومية ثلاثة زيادة أعداد دور حضانة الأطفال من أجل زيادة مساحمة المرأة في سوق العمل التي تبلغ عشر فاصلة ستة بالعشرة استنادا إلى قانون العمل بإنشاء دور حضانة في المشاريع التي تعمل فيها النساء لتخصيص قروض تمنح لهذا الغرض فقط وافق مجلس الوزراء على ما يلي واحد منح المتبرعين بقطع أراضي لبناء المدارس ولمشروعات الخطة الاستثمارية درجات شخصية إضافية للتعيين على الدرجات الناتجة عن الحف والاستحداث تشجيعا لهم اثنين تتولى وزارة المالية ومجلس الخدمة العامة الاتحادي تنفيذ ما جاء آنفا كلا بحسب تخصصه وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور الذي دخل حيز النفاذ في 16 شباط 2022 ودققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب استنادا إلى أحكام الدستور وافق مجلس الوزراء على تغيير تسمية شركة الفرات العامة للصناعات الكيميائية والمبيدات إلى شركة الفرات العامة للصناعات الكيميائية استنادا إلى قرار مجلس إدارة الشركة وأحكام قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل أيضا الموافقة على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم 47 لسنة 1990 الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب استنادا إلى أحكام الدستور مع الأخذ بعين الاهتمام رأي وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء المبين بموجب مذكرة الدائرة القانونية أيضا تأييد مقترح قانون التعديل الأول لقانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017 مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبت بموجب مذكرتهم القانونية شكرا